السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا الدكتور وليد نبيلي أهلا بكم النقرس أو داء الملوك النقرس هو عبارة عن زيادة اليوريك أسد في جسمك اليوريك أسد من يزيد راح يبدأ يتجمع على شكل بلورات وأبر هذه البلورات والأبر تتجمع بالمفاصل ببلك آلام مبرحة والتهابات وأيضا يبدأ يتكون عملية التهاب لأن هذه الأبر والبلورات من تتجمع بالمفاصل راح يبدأ الجهاز المناعي يهجم عليه لأن يعتبر رفت شي مضر فراح تكون هنا راح يلتهي بالمكان وينتفخ المكان ويسر به آلام جدا مبرحة وصعوبة الحركة وليس يزيد أصلا اليوريك أسد في جسمك بنيهضم بعض الأخذية التي تحتوي على اليورونات مثل اللحوم الحمراء راح يحولها إلى اليوريك أسد وبعدين هذا اليوريك أسد يتخلص من عنده عن طريق الإدرار هذا بالشيط طبيعي الأشخاص اللي مصابين برض النقرس عندهم في الاستعداد وراثي يعني نشوف أنه بالعالة أبو جدة عدى مرض نقرس يعني جسمه ما جاي يتخلص من اليوريك أسد صابين بمرض السكري اللي عندهم سمنا مفرطة يعانون من فشل كلاو اللي نقلنا هي أصلا أساس العملية أنه نتخلص من اليوريك أسد عن طريق الإدرار فاللي عندهم فشل كلاوي راح يصابون بمرض النقرس عندهم أورام سرطانية راح يرتفع أيضا عندهم اليوريك أسد فيصابون بمرض النقرس باختصار أنه يصبح عندك مرض نقرس أولا عندك استعداد وراثي عندك استعداد مرضي مثل ما قلنا مرض السكر السمن المفرطة السمن المفرطة تعتبر مرض مرض الفشل الكلاوي أو الأمراض السرطانية عندك استعداد وراثي اجت كلت كمية تحتوي على كثير من اليورينات اللي هي تتحول إلى يوريك أسد اللي هي أشهرها اللحوم الحمراء طبعا راح أقلكم شغلة ممكن أغلبيتكم ما تعرفونها أنه ليست فقط اللحوم الحمراء بس هي صار ارتباط اليوريك أسد أو مرض النقرس باللحوم الحمراء وسموه داء الملوك ليش؟ لأن قبل الناس اللي يعني من العصور الوسطة قديما فقط الملوك اللي يأكلون لحم ما يمو يقدر يأكل لحم فمن قد ما يأكلون اللحم بشكل مفرط فيصير عدم هذا المرض مرض داء الملوك ارتباطه باللحم الحمراء فحقيقة مو بس اللحم الحمراء لا مثل ما قلنا اللي تحتوي على يورنات اللي هي راح نذكرها بالعلاج أعراض داء النقرس يوريك أسد قلنا راح يتجمع على شكل أبر وبلورات راح تكون تدخل في المفصل وراح يصير التهاب وراح يورم راح يسبب آلام جدا مبرحة وأكثر شي أصبع القدم الكبير وأيضا الركبة وهكذا تصاعدي أيضا ممكن يوريك أسد من التفع يغرب لك الكلية ويسبب فشل كلاوي نسبة اليوريك الأسد إذا ارتفعت فوق السبعة تذهب للمختبر تطلب منها تحليل اليوريك أسد فنشوف اليوريك أسد أكثر من سبعة أو بالأحرس أكثر من سبعة ونص فمعناتها هذا أنك تعاني من ارتفاع اليوريك أسد أو تعاني من مرضى النقرس العلاج العلاج أول شيء الحمية نبتعد عن الأشياء التي ترفع اليوريك أسد اللي هي شنية أول شيء اللي حوم الحمراء هاي أعتقد الكل يعرفها ثاني شيء المأكلات البحرية اللي مثل السلمون التونة والساردين هناك أشياء ترفع اليوريك أسد بنسبة جدا كبيرة اللي هي احنا نسميها بالعراقي التلاوي اللي هي الكلية كلية ما الحيوانات ماكلها نسميها التلاوي أو التشبدة الكبد نسميه معلاق نطلب روح المطعم قلنا نفر معلاق اللي هو عبارة عن التشبدة وكلاوي أذن يرفع عن اليوريك أسد بنسبة جدا كبيرة المشروبات الكحولية الخمر الخمر يرفع اليوريك أسد أيضا الباقوليات ممكن هنا المعلومة تصدم البعض الباقوليات نعم الباقوليات حالة حالة لحم الحمراء ترفع عندك اليوريك أسد الباقوليات مثل الفاصولية الباقلة العدس هاي كلها ترفع عندك اليوريك أسد أخر شيء المشروبات الغازية والشاي بس بنسبة قليلة أكثر شيء بعض الأدوية ترفع اليوريكاسد اللي هي المدررات والأسبرين الأخلات التي ذكرناها لازم الشخص المصاب بالنقرس يبتعد عنها كعلاج يعني كجزء مهم من العلاج حتى يقلل اليوريكاسد عنده هذا الأول الحمية ثانيا استخدام مضادات الالتهاب قلنا نحن سيصير التهاب المكان لأن راح تجي الجهاز المناعي من يشوف هذه الأوبار من جمعة المفاصل ستجي الميكروفيج تجي تهاجم هذه الأوبار ورح يصير المفصل ملتهب جداً فنستخدم مضادات الالتهاب وأشارها مضادات الالتهاب غير استيرويدية نين استيرويد انت في مدد راكس مثل أوبار الموبك أو حبوب الموبك النابروكسين أو غيرها نستخدم أدوية قللة من اليوريكاسد مثل الزيلوريك هذا الدواء يقلل من نسبة اليوريكاسد لقوا إلى دور أن يمنع هجرة الميكروفيج أو الجهاز المناعي من مهاجمة المفصل فيقلل الالتهاب من المفصل فشوفوا إلى جداً دور فعال في معالجة النقرس باختصار علاج النقرس أول شيء الحمية ثاني شيء نستخدم أدوية تقلل من الالتهاب نستخدم أدوية مضادات الالتهاب ثالث شيء نستخدم أدوية تقلل من اليوريكاسد رابع شيء نستخدم أدوية تقلل من اليوريكاسد رابع شيء نستخدم أدوية اسمه كولشورسين نشوفوا إلى دور جداً مهم في معالجة النقرس إذا كنت مصاب بمرضة النقرس وشفت هذه الحلقة مفيدة لا تنسى تشترك بالقناة وتشترك هذه الحلقة لأصحابك اللي مصابين بداء النقرس أو بداء الملوك اللي مثلك ملك فإنشرها بين أصحابك حتى يستفدوا منها كان معكم الدكتور ويد نبيل شكراً للمتابع